يوما بعد يوم تتسع دائرة الحمالات التضامنية مع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وفيسبوك على أسس التغليد من مختلف اللغات ومختلف الأوسمة هاشتاغ إدراب الكرامة هاشتاغ ماي وملح هاشتاغ إسناد الأسرى وهاشتاغ أسرى الحرية ولعل من أبرز المشاهد تأثيرا ما فعلته جماهير جزائرية في أحد ملاعب كرة القدم حيث اختارت المناضي المروان البرغوثي والأسرى شعارا صنعوه بأيديهم ورسومهم من عكاسا لتضامن قلوبهم معهم ومن الجزائر إلى بيت لحم المطران عطل حنى يوجه رسالة تضامنية إلى الأسرى ومن فلسطين المحتلة انتشر فيديو لوالدة عميد الأسرى كريم يونس وهي تضيء شعلة اليوم الثالث عشر لمعركة الكرامة بالتوازي أغرق المتضامنون من مختلف أنحاء العالم الصفحات بالصور والفيديوهات الداعمة للأسرى وبإبراز الفعاليات والنشطات والتظاهرات المؤيدة لمعركة الكرامة كذلك تصدرت فيديوهات الوقفات التضامنية في معظم المدن والعواصم العربية والأوروبية الفيسبوك نذكر منها على سبيل المثال هنا جماهير متضامنة في برلين أضاءت الشموع والساحات حيث شاركت في تحدي الماء والملح كما انتشر فيديو لوقفة تضامنية مع الأسرى في الدنمارك ومن الفيديوهات اللفتة على الفيسبوك أيضا عريص يوقف موكب زفافه ليزور خيمة تضامن مع الأسرى في نابلس وأيضا انتشر على موقع فيسبوك فيديو لطفلتين تشربان الماء والملح تضامنا مع الأسرى أما على تويتر فريق التجمع في غزة يرسم بالرمل لوحة أو لوحة تحدي للاحتلال هاشتاغ ماي وملح وصورة أخرى كتب عليها بالملح أيضا الحرية للأسرى ومن الصور اللافتة أيضا صورة عمداء الأسرى إلى جانب صورة كتب عليها اضربوا تل أبيب بجوعكم وختاما مع هذه الصورة الجائعون خلف القطبان يطعمون الكون كرامة ترجمة نانسي قنقر